وبين فرض الاستقرار وتأمين الاحتياجات أكثر من بوابة التواصل اشتاك أهالي منطقة جبراوة في قضاء خانقين بمحافظة الديالة من عدم إنصافهم مقارنة بباقي مناطق المحافظة بتوفير الخدمات الأساسية مناشدين المحافظ وقائم قام القضاء إنصافهم وتوفير الخدمات لهم كما هو الحال في باقي مناطق خانقين التفاصيل في سياق التقرير التالي في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من مناطق قضاء خانقين مشاريع الاعمار من إكساء الطرق وتنفيذ شبكات صرف الصحي يرى العديد من أهالي منطقة جبراوة الواقعة في شرق قضاء خانقين إن المؤسسات البلدية التابعة لوزارة البلديات لا زالت عاجزة عن تقديم الخدمات البلدية الأساسية للأحياء السكرية شأنها شأن وزارة الكهرباء التي توعد المواطنين سنويا بإنجاز كبير غير مسبوق خلال الصيف دون أن تفي بوعودها وشكل ترد الخدمات اليوم في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها أهالي منطقة جبراوة معاناة إضافية لهم والذين يعانون مسبقا من ظروف معاشية قاسية تحت وطأة الغلاء وغياب فرص العمل وعن مؤسسات البلدية التابعة ولزارة البلديات يعني خلي نقول حالة حالة وزارة الكهرباء يعني ما يكو أي خدمات لا يكو تنظيف لا يكو اهتمام بالمنطقة يعني أحنا هنا مئات العوائل تسكن يعني إلما الناشد أحنا يعني هسا ما يعني هذا موضع فبس وعود يعني هذه صار كم سنة بس وعود فريد حل يعني ريد نشوف حل يعني ما معقول هذا الوضع طالب المحافظة ديالة يزور منطقة جبراوة بقضاء خانقين يعني منطقتنا لا ديها طبليت لا ديها كاربا دينا مجاري ما كو يعني انقصب ما كنا فطالب المحافظة أن يزور منطقة جبراوة حتى يشوفه بعينه يعني كل المناطق بلطوها بس الجبراوة ما بلطوها يعني ما أريد شنو السبب يعني من الفين وعشرين لحد الآن كتاب طالع ما يبلطوه شنو السبب نريد نطلب من المحافظة أن يشوف هالمنطقة ليش ما يبلطوها سبب شنو أكثر المشكلات الخدمية التي ترهق المواطنين منذ السنوات هي الطرق وشبكات الصرف الصحي والكهرباء حيث يشكو سكان هذه المنطقة من عدم وجود شبكات للصرف الصحي أساسا فيما شوارعهم غير مكسوة أو مفروشة حتى بالسوبيس ونتيجة لذلك تتصاعد الأتربة وتخلق المواطنين وصغارهم وتخلف بينهم أمراض تنفسية خدماتنا صفر بالنسبة للتابليت مال الشارع في سنة 2020 ولحد الآن طلعت الموافقة مالته ولحد الآن أي تابليت ماكو وخدمات ما عندنا كهرباءنا صفر كهرباء ينطونا ساعتين يطفونا خمس ساعات كهرباءنا صفر هاي شوف القصب لا أعرف ما يسمونه اللي زبالة ماكو للعالم شوف المجاري ماكو شوف الطابليت الشوارع كل الخانقين اتبلطت كل الفروح صبوها ما عدا جبراوة جبراوة شفيه ما عدا؟ نحن قاعدين من 2003 لحد هسه في جبراوة قبل جاءت منظمة أمريكية سويتنا بيرمان الميو ولحد الآن لا يشاركين أي شيء يسمى حكومة لا محافظة لا القامقامية مع الخانقين يعني ما أجوا سواء أي خدمات في جبراوة واحدة من عدن نحن مثل هاي المحاولة ورق صاير ذاتي الصورة تحب تصورها احنا 135 بيت على محاولة واحدة خلال 8 شهر حرقنا احترقت منطقتنا خمس محاولات وهي السادسة هاي بعدي الحمدلله موجودة وثاني شيء على مدى التبليط يشكوا منطقة بخانقين جاهت البلط واحنا كتابنا طالع مال التبليط ما جبراوة 2020 قايم قام هي نشرته نشرته 2020 على أساس بلطنة 1400 كيلومتر على أساس بجبرا يعني فرعين وعدنا ثلاث فرعيات يبقى لهذا دني طالبنا على أساس زيدوه احنا لو باقين الفرعين هم حسين حتى هاي ما سونا يا الصدق نطالب مسايد المحافظ مثلنا تميمين هو أبو ديالة وانحنا الله وانت والله يعني ميصر قدمها طالبنا للسوداني ونقول له لا ميرد ليش المحافظ موجود المحافظ موجود هو أبونا هنا بحساب نطالب من عده إذا يريد يجي بس يزورنا يزورنا والله العظيم إذا قدر يبقى ساعة ساعة بيت والله العظيم أنا يشير من الجبرا وأوفها غياب التوزيع العادلي للخدمات وعدم الحصول على أدنى متطلبات الحياة يقفان عائقا في وجه أهالي جبراوة الذين طالبوا جهاد الحكومية بإنصافهم اسوة بباقي منات غديالة عباس محمد قناة صلاح الدين الفضائية